بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقة أنا عندي ابن مصاب بالمس وكل الأسواب بذلتها بعد التوكل على الله من الذهاب إلى الرقاء ونرقيه بأنفسنا عملت له وقفاً خيرياً وصدقات جارية بنية شفائه ولكن لا جدوى يبقى الحال على ما هو عليه وصار له عشر سنوات على حاله والحمد لله على علاقتنا أنا وأبوه بالله قوية ولكن والد لم يتشافي الآن وأنا أم الولد مستعدة ليبدل المال للصدقة مرات ومرات بنية شفائه أريد نصيحك أولا شيء تصدق بالمال بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى لا تصير مصلحة يعني بس في قطنية شفائه وإنما فيتصدق بالمال تقرباً إلى الله تبارك وتعالى ثم إذا تصدق أدعي الله تبارك وتعالى يكون الدعاء بعد ذلك بعد هذه الصدقة الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى يعني يقدم بين يدي دعائه عملاً صالحاً